بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أيوة يوم السبت بيبقى يوم كده مشرق وسعيد عندنا عشان بنتكلم عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة عندنا اللي بيبدأوا يغرقوا في نعمة الله سبحانه تعالى نعمة ايه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أيوة الناس اللي رحين يغرقوا في نعمة ربنا نعمة الزواج سواء اللي لسه دخلين على الجواز ودول المقبلين على الزواج أو اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية والنهاردة بقى هنتكلم عن موضوع ده هنتكلم على حاجة بيحتر الأزواج فيها كتير إحنا لو افترضنا مش لو افترضنا لما نتيقن بأن الجواز ده نعمة ونزاك الله سبحانه تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة فنعمة فإذا كانت النعمة فعندنا قانون في النعم القانون في النعم بيقول إيه؟ إن النعم متجددة النعم متجددة الله سبحانه تعالى خزائن وملأ سحاء الليلة والنهار فييجي واحد يقول لي طب والجواز عندنا ليه؟ بنحس في بعض الأحيين أن احنا مش قادرين نحس بتجدد نعمة الزواج كده والناس كتير بيحصل لهم أحوال كتيرة ما بتكونش حاسين فيها بنعمة ربنا المتجددة في الزواج آه يبقى احنا محتاجين حاجة مهمة جدا محتاجين نفتح بقى ملف جديد وفايل جديد كده عندنا في الجواز اسمه فن التجديد الزواجي فن يبقى فن يبقى عدد من المهارات مش مهارة واحدة بس ده عدد من المهارات كده لازم نتعلمها واحنا مبتديين برنامج طويل ابتديناه مع بعض في برنامج ولا تعسره اسمه برنامج التمهير الزواجي وكأننا بندربكم على الهوى إزاي يحصل عندنا مهارات المهارات دي تكون من شأنها إن احنا نستطيع إن احنا الزواجنا يكون باب كبير من أبواب السعادة إحنا قلنا كتير إن الحب علاقة وأي علاقة في الدنيا بتحتاج حاجتين والجواز علاقة وأي علاقة بتحتاج لحاجتين إيه هما إحنا ممكن نكون شاطرين أوي 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 في أول حاجة لكن مش شاطرين في تاني حاجة هي إيه الحاجتين اللي نحن متاجهنا أو المهارتين اللي نحن محتاجهناها في الجواز وفي الحب المهارة الأولين هي إنشاء العلاقات والمهارة التانية هي مهارة بعد ما حصل الجواز يبقى عندنا مهارة تانية اسمها معايرة ايه؟ صيامة العلاقات وزي ما قلنا قبل كده ان الرومانسية والحب الرومانسي وحده لا يكفي في الجواز لان مش ده هو الحب الحقيقي يبقى الرومانسية لوحدها لا تكفي لان مش هي دي الحب الحقيقي الحب الحقيقي أوسع من كده ليه؟ لما نقول ان الجواز متعدد الجوانب وده يتناسب مع قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجه يبقى اذا كان دي نعمة من نعم ربنا فنعمة ربنا وسعة فالجواز مش هيبقى ينفع بس ان يكون امر شعوري لا الجواز امر حياتي بالعكس الجواز ده اكبر زي ما احنا بنقول دايما اكبر واوسع علاقة حياتية وعشان كده هو متعدد الوجوه ومتعدد الجوانب ولذلك في جانب مهم جدا جدا ان الله سبحانه وتعالى يقول نسائكم حرصوا لكم فهنا نفهم ايه نفهم ان العلاقة الزوجية علاقة وعلاقة الحب في الجواز محتاجة صيانة زي بالزبط لما احنا بنعمل ايه مع الزرع لما يكون عندنا زرع بنسقيه من غير ما ايه بنسقيه ونرعاه ولو سأناه من غير ما نرعاه عايموت وكذلك الحب والجواز لو ان احنا سبنا الحب والجواز من غير الصيانة ايه لا يحصل هيبوس هيفسد وعشان كده ايه اللي حاصل حضرت النبي كان بيعبر للسيدة عائشة دائما عن حب عشان ايه عشان يفضل الجواز ماله ويفضل الحب ماله متجدد وعشان نجدد الحب لازم بشكل دوري نزيل التراكمات عن هذا الحب وكذلك احنا عندنا حاجة مهمة جدا في مهارة اساسية من مهارات فن التجديد الزواجي اسمها مهارة اظهار الحب ناس كتيرة بتتكلم عن مكاينة المهارة هي مهارة التعبير عن الحب لا 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 التعبير عن الحب ساعات بيحبسنا في سجن الكلام لكن احنا عندنا اظهار الحب اظهار الحب مهم كتير من الستات تبقى محتاجة ان جزء يظهر لها حبها عشان تتقلق في وسط اهلها ونسها وقارينتها احنا بقى محتاجين النهار دا نتكلم عن مهارة اظهار الحب لازم نعرف الاول ايه هو الحب الحقيقي بقى الحب الحقيقي عامل زي الهرم كده القاعدة بتاعته هي الامان واضلاعه زي ما قلنا كتير الاهتمام والاحترام والتأدير وعشان كده مع الرومانسية لازم الجواز ورومانسية لازم يكملوا بعض وليزاك ايه اللي حاصل ورومانسية مفيش مانع منها لو كانت عتلمع الاركان اللي احنا قلناها الرومانسية لو عتلمع الامان اهلا وسهلا بيها انتو مواضحيني الكلام انا بقول ايه لو الرومانسية جاء عشان تلمع الامان الستات الرجال هيفرحوا هو الرجالة كمان بيحتاجوا للامان طبعا ايه الامان الستة لما بتخلي الراجل هو ايه اللي بيخلي الراجل يتوجع من كتر المطالب ان هو ما بيحسش بالامان ان كتر المطالب وكتر الغوط بتحسسه ان هو خايف خايف من ايه ان ما يقدرش وبعد ما يقدرش يبقى ايه ما يملاش عند مراته واولاده اوفوا كتير الستات ما بيقاش واخدها بالها من ده ولزايك الحب عند الستات غير الحب دي معنى غير المعنى اللي عند الرجالة وده من احد المشكلات اللي احنا دايما عندنا لازم نرعي زي الامان مثلا الستة اوقات كتيرة تروح تقول للراجل لو مش عاجبك روح تجوز طبعا الزوج لازم يعرف ان ده فخ ايه واحد تصدق ده خالص ده هي بتعمل ايه دلوقتي هي خايفة خايفة ان تأثيرها مثلا في بعض الاداء الزواجي او احساسها بانك انت مش شايفة ان النمو بعد ما تجوزتوا مع بعض وقعتوا مع بعض مش شايفة النموذج الكامل للمرأة فايه بتقولك ايه طبعا نجلسوا نبدو عشان ايه عشان المخاوف اللي عندي دي والمستقبل انا ممكن احلها يبقى احنا لازم نحس بده طب ايه اللي يخلي الست تحس بان جوزها مش ايه هو بيسعى الى سيانة صيانة الجواز وسيانة الحب يعني ايه اللي يخلي الراجل يحسس المرأة ان هو بيعبر لها عن الاربع حاجات اللي عندنا الامان والاهتمام والاحترام والتقدير عندنا شوية حاجات كده الناس معتدين على حاجة اسمها اللغات الخامسة للحب اللغات الخامسة للحب اللي هي معروفة لكن احنا عندنا طريقة تانية انا شايف ان اللغات الخامسة للحب دي اه هي بتعبر عندها بتعبر ولكن ما اظنش ان هي بس هي التعبيرات اللي ممكن يتعبر بيها عن الحب اللغات الخامسة عن الحب اللي هي ايه اول حاجة الكلام الحلو تاني حاجة ببساطة خالص بعد الكلام الحلو المواقف والجدعانة تالت حاجة الهدايا رابع حاجة القعدة الحلوة خمس حاجة التلامس بس احنا هنعرض النهاردة حاجة أوسع من ده ده من خلال دراستنا ده الحاجات اللي لو عبرت بيها للمرأة عن الحب يحصل ايه؟ يحصل اظهار للحب ايه هي الحاجات دي؟ الحاجات عندنا دي وصلت إلى عشر حاجات الحاجة اللي أقول ان ايه؟ اظهار التفرد والتميز ان انت تحسس زوجتك ان هي متفردة ومتميزة متفردة في ايه؟ حتى لو ما لقيتش حاجة انت شايفة متفردة فيها لازم تصنع الحاجة اللي هي شايفة ان هي متميزة فيها وتقول ان هي متميزة فيها لان في الحقيقة صلت عن نفسها بان هي متميزة فيها انت مش تقدر تغيرها ولو غيرتها هي هتسميك ان انت كسرتها فعايز تظهر حبك لها بيناها ان هي متفردة بيناها ان هي متميزة طب ودوت يدخل في ايه يدخل في قوله تعالى وقوله للناس حسن ده من الكلام الحسن يبقى اول حاجة الست هتحس ان انت بتحبها لو انت شايفها متفردة ومتميزة الامر التاني اني الست هتحس ان انت بتحبها لما تكون ظهرها وسندها ودوت اللي بيسموه المواقف هناك بس خلي بالك هناك في حاجات في اوقات كتيرة لازم الرجل يفهم حاجة مهمة جدا جدا ان الظهر والسنة للست في بعض الاحيين بيبقى مرتبط بالتوقعات في حاجة شهيرة عندنا ان لما زوج لما ابو الزوجة يتوفى ينتقل ينتقل الى الرفيق الاعلى ايه اللي بيحصل الزوجة بتبقى منتظرة ايه من زوجها منتظرة ان هو يقوم بعملية الاحتواء اللي كان بيقوم بيها ابوها فايه اللي يحصل فهي منتظرة ان زوجها ببساطة خالص يقوم بالدور ده فهو لازم يوقف الوقفة دي ويبقى سندها وظهرها الحاجة التالتة الهدايا وانا بخاف كتير ان الهدايا تكون عند الرجل وهو بيقدمها للست بيقول لها خدي اياتها المادية ما تعملش كده لكن الهدايا عند الست معناها ان هو فهمني وبيسعدني هو بيجيب لي هدايا يعني هو فهمني وبيحب يسعدني فايه اللي يحصل فتحس ان هي متقلقة وسعيدة بالهدية لكن الهدية مش انك انتي مالك بتحب الفلوس تبخضي فلوسها بساعات رجالة كتير بتعمل كده الحاجة الرابعة اللي تحس بيها الزوجة والست ان هي الزوجة بيظهر لها حبها حبه التطمين ان هو يعمل حاجات بتطمنها فيقعد معاه وقت ويخليها تطمن وده كان بين او او من مع رسول الله وهو قاعد بيسمع السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بتمارس عادة من عادات السيدات ان هي بتحكي فقاعدة تحكي عن 11 نموذج ورسول الله بيسمعها بس بيسمعها وغرضه ايه الطمأنة فلما وصل للنموذج الاقرب الى حياة وحياة السيدة عائشة قال لها كنت لك كأم زرع لأبي زرع الا انني لا اطلقك فطمنها الحاجة الخامسة التلامس لازم يكونوا قريبين مع بعض قريبين من بعض في الغالب جسدين والتلامس عند المرأة على فكرة بيبتدي من فكرة الاحتواء فالتلامس عنده لازم الراجل دايما بيقول لرجالة كده حط التلامس في الاحتواء وبعدين هنعملوا كده ولزيك الرسول اللي يسأل الله سلم شوف لما كان محتوى السيدة عائشة وهي وقع منها دا وهي من الدقيقة جدا 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 فهي حاسة بالاحتواء فهدية هدية ومع اني في ربكة لما حصل ونزلت آية الايه آية التيمم لدرجة ان هي قعدة مطمئنة فسيدنا أبو بكر كان منفعل عليها فانفعل عليها واضح ان هي ما كانتش منفعلة فهي قالت لما سيدنا أبو بكر انفعل عليها لو لما كانوا رسول الله كان رسول الله نايم في حجره اذا ايه اللي حاصل حضرت النبي تلاموسه كان بيحطي لسيدة عائشة الاحتواء سادس حاجة بتشعر المرأة بان هي ان زوجها بيظهر لها حبه ان هو الاكتفاء ان هو يظهر دائما ان هو مكتفي بيها يحسسها ان هو مكتفي بيها بدون مقارنة ما يعملش مقارنة السيدة لما جوزها على طول بيمتنع عن المقارنتها بغيرها ويحطها في حتة تانية زي ما بيقولوا كده هي بتحس ان هي وان زيك من أحب الناس اليك رسول الله يسأله يقول عائشة في ايه اللي حاصل وكأن السيدة عائشة خارج المقارنة بالسيدات كلهم في ايه اللي يحصل فتحس ان هي مطمئنة فتحس ان هي مطمئنة واحد يقول لي طب ما هو لما قرنت هو رسول الله رفض ان هي تقارن نفسها بالسيدة خديجة السيدة خديجة ان هي زوجته كان في مكان لوحدها ده يرجع يخلي السيدة عائشة كذلك تطمئن فهو عايز يقول لها ما تعمليش كده ما تقارنيش فمن المعاني المهمة انهم يقارنهاش بحد البعنى السابع اللي يخلي الزوجة حسن ان الزوجة بيظهر لها حبه سرعة الترضية انهم ما ارداش ان هي تنام وهي حزينة او تقعد ساعة وهي متضايقة وبلاش الحكاية اللي بيعملوها كتير من رجالة انا اسيب على غاية ما تهدأ مش هتهدأ يا حبيبي هي ساعتين وانت هتبقى الوحش فما تسيبهاش عشان تهدأ انت روح رضيها هو يقول لي اميني رضيني هجيلك لما هنجي احنا ونحن بنتكلم عنك هنتكلم كلام طويل يحصل ايه عشان هي تزهر حبها لك رقم تمانية طول البال يا سلام ما تعرفش سر ربنا واوضعه في قلب المرأة ان الراجل لما يطول باله عليها تحس ان هو بيحبها ليه طيب لانه لما بيطول باله عليها هي بتحس بالامان يطول باله عليها فيسمعها يطول باله عليها لما تتعصب ما يعجلهاش بالتعصب عليها يطول باله عليها زي ما سيدنا عمر عمل كده لما زوجته علت سطة ما كانش هو كمان بتعصب عليها يبقى طول البال لما يطول باله عليها هي تحس بالامان وتحس بان جزء بيحبها كمان في حاجات بقى شوية فيها معنى ان انت ما تعملش ده ان هو ما يهددهاش الزوجة تقول ده عمره ما قال لي كلمة يخوفني فيها ابدا فتحس ان هو بيحبها لان هو عمره ما يهددها ابدا حتى لو هي عددته بالمناسبة ايه اللي حاصل لكن هو ما يهددهاش رقم عشرة ان هو تحس دايما ان هو عايز يطورها عايز يخليها احسن ولذلك وإيه اللي حاصل هو ما يعقبهاش ولكن ايه اللي حاصل هو يطورها طب الست بقى الراجل بيفهم الحب لما الست بتعمل ايه بقى لما الست اول حاجة تهتم بيه يعني تديه وقته عشان يحس ان هي بتخفف عنه يا سلام لما الزوج كده يحس ان هي ايه قعدة ومستنية لا اركن بقى كل حاجة وما لك حبيبي يا سلام السيدة عائشة تقول ما انتقر رسول الله الا وهو بين صدري ونحري تاني حاجة الاحترام كلمات التحفيز ديها اثر السحر على الازواق فزوجها يحس ان هي بتحبه لما هي تقوله كلمات التحفيز السيدة خديجة تقول لرسوله لا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصود الرحم وتحمل الكل وتعينه على نوائب الده شوف الكلام فحضرت النبي ارتاح تالت حاجة التأدير الافعال ان هي تبقى ايه كتفها بكتفه تبقى جنبه على طول الرجل يحب الست دي الست اللي شايلاه لان كتير من الجالة بيبقى هنا عندهم هم انا لو مردت ايه لا يحصل البيت ده يقع فلما يحس ان هي كتفها بكتفه وهي جنبه يحس ان هو دي بتحبه لان هي ايه مراعياء الحاجة الرابعة الهدايا والهدايا عند الرجالة غير معنا الهدايا عند الستات عند الستات قلنا معناها ان هو فاهمني وبيسعدني عند الرجالة بقى معناها ايه لا دي منجزبة اليه انا لسه براونقي انا لسه منجزبة اليه زي ما كنا زمان مع بعض فيحس ان هو ايه ايه ده بتحس كده ان هو عنيه بتلمع وكأنه رجع شباب تاني لو كان كبير في السن يحس ان هو لسه جواز ومبتدي اذا كانوا هم لسه شباب الهدايا ومعناها ان هي منجزبة اليه والتلامس خمس حاجة التلامس ومعناها عند الراجل الدلع يعني ايه ان هي تدلله زي بالزبط لما الطفل بيحس ان امه بتلمسه عشان هي حسة بانه نعمة عليها فالدلال تحسسه ان هو بتدلعه وبتدلله رقم ستة ان هي تقلل الشكو لما يحس ان هي ما بتشتكيش دي بتحبني وعشان كده مقدرة ظروفي ان هي تقلل الانتقاد انا في عيني انا في عينيها كبير مش قاعدة تنتقدني وتصغر مني وتصغر مني وتقلل اللوم دي مش قصدها تنتقد مني وتلسعني طول الوقت لأ دي رحيمة بي ما بتلمنيش تسع حاجة التفاهم ان هي متفاهماني ومقدرة ظروفي ومقدرة احوالي الراجل بيحس بان الست تماما مختلفة اللي بتعبر عن ان هي متفاهمة يقولها انا مش عارف من غير كنت اعيش ازاي كمان رقم عشرة واخر حاجة بتخذ الرجالة تحس ان زوجته بتحبه لما تعبره بدا المساندة والدعم الراجل على فكرة محتاج الامان زي الست يبقى سيانة الالاقة الزوجية على فكرة واجب شرعي على الزوجين واحنا مش بنتولد على فكرة بهذه المهارة اللي بمهارة اظهار ايه اظهار الحب لكن احنا ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء ان فعلتم وتحببتم افشوا السلامة بينكم ويقول للرجل اني احبه فلان قال هل اخبرته قال لا قال اذا فاخبره يبقى لازم نعبر عن حبنا لازم نظهر حبنا ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيعلمنا ازاي نظهر حبنا فدي مهارة لازم نظهرها والحاجات العشرة سواء في حق الست او في حق الراجل لازم نستخدمها عشان نعبر عن ده وده احد المهارات اللي في صيانة العلاقات الزوجية